السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. انتم ما كتشاهدوا هاد فيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على مركز طماطم اللي كتجي بحال هكا كتجي سهلة وكن وجدوه بحال كالشهر رمضان ان شاء الله ودبراه ماطيشة موجودة وهد ماطيشة صغيرة ما كتكونش غالية بزاف ما كتعداش دراهم كنوجدوها بحال هكا كنحتاجوها كالبيزا نحتاجوها المعجنات نحتاجوها باش ما بغينا نصيبوها الحريرة كنحطوها بحالكو كنوجدوه كنخليوها في المجميد وكتبقى زيانة وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولعجبكم ما تنسوا الشاركو في القناة وتضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد بسم الله انا عندي هنا واحد الكمية ديال الربعة كيلو ديال ماطيشة اللي غسلتها ونقيتها وقطعتها بحالكة على الاربعة وعندي ماطيشة ديك الصغيرة اللي كتكون حمرة بلدية وغالي نجيب واحد بحالكة الكس ديال العصارة وكنديرها هكا كنطحنها بلا ما كندير لها لما لوالو صافي كنضغط علها شوية بعد ما كندها هكا كنطحن فيها وكنضغط علها وكنخليها هكا تطحن مزيان حتى كتطحن لنا حتى القشرة ما كتبقاش كتبلي قليلة بعد ما كنصفيوها هكا تبقى عرضيك زريعه اللي كتحيد وشوية ديال القشرة كنزيد نستمر عليها حتى كنطحن لكمية اللي عندنا كاملة كنشفتو معي كيفاش كنطحنوها وغدي نجيب صفاي كندير هات الصفاي بحال هكا صغير ويلا عندنا شي شي يزيف بحال هكا او شي دران رقيقان زيدو نعصروا فيها أحسن وغدي نجيب ما تيشا نزيدها وغدي نبدأ بحالك كنعصرها فكنديرها هيك الطحن وانا كنوجد الخراب هاكا في المخرج هنا كنتقل الدولة هادا كنجيبوها معانا كنحطوها وكنصيبوها فوق الفراغ بحال هاكا لان في اللول دي رمضان راها كتزيد تغلى شوية كتكون عندنا احنا موجودة كنصفي بحال هاكا وكنزيد ننصرها مزيان ثم شفتوا معايا كتبقى دي القشرة اللي رقيقها وكتبقى زريعة فقط هي اللي كتبقى غادي نزيد نزيد نعصر الخراب نطحنها عفوا ونزيدها كما قلت لكم ما كنزيدو فيها لا ما لوالو في المدية لها فاش غاديت نوجدوها وكنزيدو بحال هاكا كنعصره فاتصفي ارا هاكا ندوز بسهولة ما كتا لان را بطحونا مزيان كنطحنوها هاكا بعد موجتها انا غادي نجيبوها حطة نجرة فاش غادي نديرها يعطاتني هاد الكيمية وهاد الزائد صافي كنحيدوه لاني ما كنضيعوهاش ما كيضعش منها بزاف واني نحطى فوق البوطة على عفية متوسطة وكنخليها الطيب كندير هنا يوحد الخمسة لوريقات ديو لرند او سيدنا موسى صافي وكنخليها كالطيب ولكن ما كنصدش عليها باش ما تفيتش لان ما كندير فعدة بلاز زيت لوالو وكنخليها وهي كالطيب كتستامر في الطيب حالكو كتزيت نقص كتبخر كنزيدو نطيبوها ثم شفك فاش كتطلق اللون ديالها صافي وكننغطيها عو تاني ما كنغطيش عليها كلها ضروري ما كنخليها كالغطة تكون بحالة كنطرفع لها شوية باش كتبخر وباش ما كتفيدش لينا كنزيد بنحرك مرة مرة بحال هكا كنحركها غادة هي كالطيب وهي كتنشف ثم شفتو معايا دبا نقص لها النص ديال الحجم ديالها يعني تبخرات كتبقى ديك المركز بوحده هو اللي تيبقى وحنا تنحركو بالاخير كننعطيوها بحال هكا تتحرك صافي كنبقوا نحركوها يدبا نشفات شفتو معايا كيفاش نشفت غادي ندير وحد المعلقة صغيرة ديال الملحة معايا مراش وكنديرو حجج معالقة ديال البابريكا او الفلفلة حمرة او التحميرا كنديرو حد الرشا ديال اللي بزار او الفلفل اسود وكنديرو حد ثلاثة المعلقة ديال الزيت البلدية او زيت الزيتون صافيو كنحرك هكا كنحرك شوية وحجج دقيقو لثلاثة صافيو كنطفع عليها احنا المطيشة ديالناره جداس صافيو غادي نجيب هنايا غادي نخليها شوية حتى كتبرد كتبقى على الدافية بحال هكا ثم شفتو معايا كيفاش كتجي حمرة كتجي رائعة وكتجي لديدة كنحيد هدو كل وريقات ديال الرند كنجمع ونحيدهم لانا تلقو لبنة ديالهم كنستمر عليهم بحال هكا صافيو غادي نجيب القراعي بعد مما غسلتهم بحال هكا وعقمتهم قدرت عليهم بطنجرة بحال هكا درتهم في الماء حتى كتبخوا بحال هكا كتبخ وعادة باش كنمسحهم بزيان مما كيبقاش فيهم حتى نقطة ديال الماء صافيو كنوجدهم بحال هكا وكندير فيهم ما ما طيشها ديالنا أنا غدي نديها بحال هكا كما شفتو معيارها كتجي خاترها غدي نحاول ندوزها بحال هكا في الدوز صافي بعد مدى سجينا بحال هكا غدي نديها بحال هكا في بالمعلقة وكنسبدها حتى كنعمرها وكنسبدها كنغلقها هكا بإحكام وكنغطها هكا مدورة بحال هكا مقدروا نحتفظوا بها حتى بحال هكا كتكون نحتفظوا بها برا التلاجة هي أحسن ندروها في التلاجة ولج بدنا قرعها بحال هكا يلج بدنا قرعها ضروري ما كنخدمو بها في ديكيومين وثلسيين صافي ما كنجبدوش لخورة حتى كنحتاجوها كتبقى معانا بحال هكا حتى لاربع شهر كتبقى مزيانة ثم ما شفتوش خل خرجت لي يعني ربع كيلو دي المطيشارة خرجت لي وحال الكيمية كثيرة واقتصادية كنحتفظوا بها بحال هكا وكنخليوها بحال كبغينا نوجدو البيتزا أو نوجدو شي حاجة دي المعجنة صراح كتكون ساهلة باش كنجبدوها كنخدمو بيها من السماء وما تنسوش اللي أعجبكم في فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد وكنقلكم بالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله باش غدي يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية وغدي نخليكم مع الصوار وإلى فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا